أعربت تركيا عن ارتياحها لوضع آلية هادفة إلى تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية في ليبيا وللمهلة الزمنية التي أعلن عنها والهادفة إلى الشروع بالعملية في أقرب وقت ممكن وقالت وزارة الخارجية تركيا في بيان قالت إن أنقرة والتي تعطي أهمية لسيادة وسلامة أراضي ليبيا والوحدة السياسية فيها تأمل أن يجري أو يجرى تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية بأسرع وقت ممكن وأشرت الوزارة إلى أنها تتابع بقلق تعزيز الحضور العسكري وانتهاكات وقف إطلاق النار من جانب أطراف وصفتهم بغير الشرعيين ولمناقشة الملف الليبي ينضم إلينا من العاصمة الرباط رشيد مسلم الإعلامي والمحلل السياسي سيد رشيد أهلا مرحبا بك كيف تتابعون اجتماع 13 زائد 13 في بوزنيقة حول آليات اختيار المناصب السيادية لماذا كذلك كان الخلاف مطروح اليوم بشأن محافظ البنك المركزي أكيد أن اجتماع 13 يمثلون مجلس النواب الليبي و13 المجلس الألد للليبيا تبين اليوم أن الأزمة الليبيا قطعت أشواط مهمة وهي في المراحل الأخيرة ونهد ما نتمنى وكذلك لأن منذ لقاء السخيرات من 2015 ولقاءات أخرى سواء بوزنيقة أو تانجة الآن الأطراف الليبيا هناك إجماع كبير على أن حل الأزمة الليبيا يتم خلال حل سياسي وبتوافق الإخوة الليبيين فيما بينهم أكيد أن التفاوض على التمثيل في بعض المؤسسات السيادية الكبرى يأتي الآن في مراحل المهمة إن كان الجدل في بعض خصوصا البنك المصرفي فنتمنى أن باقي اليوم غادي وبعد يوم ليتم التوافق كما أن هناك تحقيق العديد من المكتسبات والمخرجات خصوصا وأن اتفاق لقاء التانجة أصفرت على إعلان ميتاق مهم وهو أن إعداد الانتخابات الشريعية في نهاية هذه السنة وهذا مهم بأن تأسيس للجنة وطنية مستقلة للإشراف العملية الانتخابية أكيد أنه سوف يخرج ليبيا من الصراعات السياسية ويوحد الإخوة الليبيين من أجل إعداد دستوري جديد وهذا كما أنه قد ينهي بشكل كبير الانقسام وتشبت بالوحدة الوطنية ووقف وإنهاء كذلك التدخلات الخارجية التي كذلك لها طرف كبير في هذه الأزمة طيب بالموازات كيف تنظرون إلى الإخفاق الأمني في ظل ربما عدم تحقيق المطالب الأمنية بخروج المرتزقة والمهلة الأخيرة ربما هي غدا وتأثير وانعكسات كل ذلك على العملية السياسية برمتها للأسف أن الوضع الأمني يبقى صعبا إن كانت تحقق الشيء الكاتير في المفاوضة السياسية سواء في جنوب أو في المغرب إن حققت المفاوضة السياسية الشيء الكاتير وأن حل الأزمة الليبيا يبقى بين الإخوة بليبيا لكن بعض المناورات التي تقع في بعض المدن الليبيا والتدخلات العسكرية وعدم الالتزام بوقف إطلاق النقر هذا كانت شيء علمى من الشكل الكبرى جعلت تقف حجر عطر على سير هذه المفاوضات ولكن ما سمعناه اليوم من لقاء بوزنيق وكما جاء في التقرار التي قدمته من قبل قبيعنا هناك الآن تشبت كبير بالحل السياسي لأن الحل السياسي هو الطريق الأنسب لتوصل إلى أولا إرجاع المؤسسات الوطنية ليبيا إلى وحدتها وأن تحب تلول ليبيا أن تكون هناك دولة حديثة بمؤسسات حديثة وأن يكون هناك تناوب على هذه المؤسسات سواء في البنك المصري أو في بعض المؤسسات السياسية أو الاقتصادية أو التي لا علاقة بالحياة أو بالوحدة الدولة الليبيا كما أن تحقيق هذه المؤسسات في تقديم هذه الترشيحات خصوصا وأن هناك نقاش كثير على أن يجب تولي هذه المسؤولية من قبل كفاءات وطنية ولاها غير على الوحدة الليبيا التحديات التي ذكرتها سيد رشيد حول التحديات الأمنية تحديدا يعني كيف يمكن تجاوزها إن تم فعلا التوصل إلى توافق سياسي برأيكم هل سيحل هذا الإشكال على الأرض أتكلم أن الحز سيد رشيد أظن أنه انقطع الاتصال بسيد رشيد مسلم عاد إلينا سيد رشيد واصل لو سمحت لي الأمم المتحدة الآن هو تحقيق السلم في ليبيا وصار على في المراحل الأخيرة من أجل توصل إلى حوار مع الدول المشاركة في تدخلات الأجنبية التي لها دور كبير في هذا النزاع العسكري خصوصا أن الآن تحديات مطروحة سواء في زمن كورونا أو بعدها تحديات مطروحة هو حفظ الأمن في شمال إفريقيا وفي منطقة الساحل ووقف بعض الهجمات أو بؤر التي قد تخلق فيما بعد بؤر الإرهاب أو تمويل الإرهاب أو بعض العصابات لأن الأمن والاستقرار هو مماهد كذلك لبناء الدولة الحديثة والدولة الدمقاطية بمؤسسات لا يمكن أن هذه المؤسسات التي يتفاوض عليها اليوم الليبيين أن تقوم إلا بأن تكون ليبيا مستقرة مطمئنة وفي أن يتم وقفة تدخلات الأجنبية شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت بها من الرباط رشيد مسلم الإعلامي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك شكرا لك